دخلنا معكم للقسم الأخير من حلقتنا بهالحلقة اللي عم استقبل فيها الرئيس العام الجديد لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة مالك أبو طانوس بير مالك يعني توليت أيضا مهمة إدارة شؤون الإكليريكية الكبرى واليوم هالإخوة الدرسيني اللي نشأوا بعهدك كرئيس عليهم للإكليريكية صاروا كهنة ومن جديد صرت مسؤول عنهم ورئيسهم شو السياسة اللي اتبعت أنا ذاك مع الإخوة وشو السياسة اللي عم تفكر تتبعها هلأ بإدارتك كرئيس للجمعية أو شي بفتخر فيهم وماذا بفتخروا فيك بش قصة السياسة أنا بحب كتير يربى الإنسان أو شي بحرية تحتى يعبر مظبوط عن شو هو يبدو تاني شاغلي يربى على أناعات مش على العواطف ولا على هايك موجة وبتمشي نكون عندو هالأناعات العميقة أساسها لأناعة الروحية العميقة إنو هاي مظبوط ربنا اللي داعي ومش صدفة دعوة الدعوة للكهنوت أو الدعوة للحياة المكرسة تاني يعني أكيد بالتربية فيه إجزيجانس فيه متطلبات على كل الأصعد يعني ليش الطبيب بدي يدرس عشر سنين تا يصير طبيب أنا بحب بديش أقول يدرس الكاهن عشر سنين بس إنو الكاهن كمان يعطي الجدية زيتها يلي الطبيب بيعطيها لدرسه أو المحامة أو المهندس هالمتطلبات العلمية المتطلبات الرسولية والإكليركية مانا بس دراسة لهوت بالجامعة في كتير أمور تاني يعني بينتشقوا عليها تكوين هالعلاقات الحياة الجماعية اللي بتربطن ببعض وبعض يعني الإكليركية هي البيت المجال الحيوي تيربى فيه الإنسان ويتدرب ع كلها الأنواع لأنه بعدنا بدي ينطلق بدي ينطلق ما بقى في ضل محصور وبيأنينة بدي يعرف ينطلق تحت يشهد بدي يكون إذا بمقول كيف ما منكبه يجي واقف اجتماعيا رسوليا علميا الناس اليوم بدي يقول ما بترحم بس الناس اليوم منتظرة من الكاهن هالموقف والوقفة الصحيحة والحلوة والجريقة والواضحة للحقيقة ولا الله من المعروف أنه جمعية المرسلين نشأت للحد من المد البروتستانتي يلي شهدوا لبنان بالقرن التسع عشر من بين الأسباب اللي وقت المؤسس حركته تيأسس هال نعم هذا بالإضافة طبعا لنشر الاهتمام بنشر الرسالة عبر الوعز والإرشاد مثل ما سبق وحكيتنا أبونا اليوم وبعد مرور 148 سنة على نشأتها الجمعية وتقارب الكنائس عبر العمل المسكونة شو هو دور الجمعية الحالي؟ هل كيف بتحدد رسالتها أبونا؟ وهل لازالة التحديات هي ذاتة؟ أم أنه نشأت تحديات أخرى؟ يعني هلأ مش بس هي دور جمعيتنا واحدة أظن كل الكنيسة اليوم بالعالم من بعد المجمع الفاتيكاني التاني يعني من خمسين سنة صارت من فتحة على بعضها صار الكاتوليكي والأرتودوكسي والبروتستانتي وكل يعني غير طواقف مسيحي صارنا نحس حالنا كلنا معنيين قضيتنا قضية وحدة مسيحنا مسيح واحد ويمكن أكبر فضيحة لأننا كمسيحيين بالعالم هي أنه مسيحنا واحد ونحنا مقصمين وكلنا بنقول ما بقى لازم نكون مقصمين وعم نتأمل هلأ الكنيسة إليها بالعالم فوق المية سنة بتصلي بأسبوع الوحدة وأنا بقول صار فيه خطوة كتير جبارة لحد اليوم بموضوع الوحدة على أن إحنا ككنيسة تأسسنا حصريا للموارنة بس هذا لا يعني أنه بس إذا مروني منقل له منسلم عليك إذا مش مروني لأ من كم شهر بعيد الكبير كند مثلا بكنيستنا بهيوستن يعني بيقل للأبونا الناس كلها هوني ما بعرف أي المروني ما بعرف أي الأرثوذوكسي ما بعرف أي الكاتوليكي ما بعرف أي السوياني بيقلي أنا ما بعرفهم بعرف هذي مسيحيين بيحبوا يجوا يصلوا عنا وهني موجودين وهيك بيقل له كمل هيدا شي ما رح يتغير بتمنى أنه هدي كيوم قليل له سيدنا البطرك هو خبرنا أنه التقى بتقريبا كلها البطاركي بالشرق كلنا شفنا بحزيران زيارة البطريارك الأرثوذوكسي الأنطاقي لك كركي مع المطارين وبعرف عنه كتير البطرك يوحنا العاشر انفتاحه ببطرك سيدنا البطرك الراعي بقول أنه بيبشر بمستقبل كتير حلو للكنيسة من تفاهم من تنسيق مشترك لكتير أمور تصير بين الكنيستين ونحن كجمعية من حضن هالكنيسة طبعا بنحب هالشي يتحقق عمليا ويصير أكتر وأكتر حسة ومنموسة عند الناس بأي بلاد في تواجد وانتشار كثيف للجمعية؟ تنبلج بالأقدم الأرجنتين في عنا مدرسة وكنيسة وكاهنة بمطرحين ببوناسيرس بمندوسة كمان هيدا كانت من أول مرة بالانتشار في عنا بالبرازيل كنيسة كمان حلوة كتير ومع مدرسة لمحو الأمية ومستوصف وسالونات كبيرة وغيرة من الأعمال الاجتماعية والرعوية في عنا بجنوب أفريقيا كنيستين ومدرسة مع أنه عددهم مش كتير كبيرش خمس عشر ألف بس كتير بيحبوا الكنيسة ومجتمعين حولها ويمكن يصير في كنيسة تالتة بغير مدينة عم بندرس مشروع بيوت للعجزة وقردورية وغيرة عنا بأمريكا الشمالية 12 كهن في مركزين هني للجمعية وفي أربع مراكز هني للأبراشية كهنتنا بيخدموا بيعاونوا بالرعاية طبع الأبراشية في عنا بألمانيا من حوالها سنتين وشوي بلشنا كمان في أربع كهني بيتوزعوا على خمس مدن بالويك أند تي يخدموا في حوالها العشرين ألف مسيحي عربي هونيك حتى هونيكي مش بس موارنة حتى العرب كلهم ما فيه غير ما يعني بيهتم بالكنيسة العربية المسيحية في عنا كاهن بالنمسا بيهتم بالناطئين باللغة العربية بالنمسا في عنا كاهن بفرنسا بلشنا مؤخرا ببوردو كمان بيهتم بالناطئين باللغة العربية لتبلشوا حديثا أبونا يعني ليكون في تواجد ولكن حديث يعني بناءا على شو على حاجة أنه كنت في يعني أيام بيجوا بيقصلونا مثلا في كاهن راعة القوادلوب إجوا هني طلبوا في كاهن راعة القواي في كاهن بلاشنا كنا بالجمهورية الدومينيكان جانا وقفنا لأنه ما قدرنا نكمل إيه هني يعني الشعرنا عم بيطالب باريح زارنا وفد من اللي جايين من جوادلوب بيجوا كل سنة بيصايفو هون مع بير نيكولايا اللي ولا عم بيخدم هونيك شو مبسوطين وشو معايدين وقوعا يترك بير نيكولايا الليه مش عيترك بالعكس بنا شوف بنروح كمان معوه في عنا بالمكسيك كمان بيجوادالاخارة كمان أبونا بيير بلش من ست سنين كمان انطلقنا هونيكي في كل شعبنا برا أكتر من هون صحيح أبونا قدي الكاريزما مهمة يعني لما بدو سير تعيين لشخص كاهن بمطرح من العالم لحتى يقوم برسالة معينة قديش مهمة يكون عندو كاريزما وقربو خاصة أنا عم نحكي عن دول اختراب يعني أولا نحن نتبرها من موهب الجامعية العامة لكل الأشخاص ونحن منشغل على التنشئة عنا على هالشي هيدا يعني بنعرف كاهنتنا لما بيجوا دايما بالانتشار بنزلوا بالسامينار بيتعرفوا عليهم الأخوة بيخبروهم كيف بيشتغلوا هونيكي وش في عنا بيعمل نعمل أفلام اليوم هين كتير ننقلوا ونشوفوا بنعينهم في فترة كنا نعينهم حتى من تالت سنة بالليهود بالصيف شهرين بيروح هيدا سنة بيروح على برازيل سنة جاي بيروح على شروب أفريقا بيتعرفوا على رسالي هلأ مثلا في شميسين بألمانيا راح يتعرفوا على رسالي ما هيدا بتخلق عندهم يعني كل هالعوامل بيخلق عندهم هالحب ونوعا ما هل عم تسميه موهبة للعمل بالانتشار لأنه منعرف كل ما كان شخصية الكاهن قريبة من المؤمنين كل ما كانوا عم بيكتروا ويجيدوا ويقصدوا الكهن نشكر الله يعني ما في مطرح راحوا الكهني إلا ملتفوا الناس حولهم وهني يعني بارع كان هموا أنه قوعا ما يكون عنا كاهن يعني يعني إجينا عدة طلبات من غير بلدين كلهم عم بيطالبوا بمجرد ما يروح الكاهن خلص ما بيقبلوا يتركوا يعني مؤخرا توفى أبونا ناجي زواني اللي كان بكولومبيا وتجد تليفونات من هونيك معنو إلو سنتين بسبب مرض ترك قدي يزعلوا على يعني خسارته لأنه كيف كان معهم وشو عمل معهم بهالبساطة كيف جمعهم أبونا لما منحكي بتجديد داخل الكنيسة اللي عم بناشد فيه البابا هل التجديد يقضي نبط جديد شبابة أكتر لحتى يقوموا بالمهمات ما في شك اليوم الشباب هن اللي بيعملوا التغيير الشباب في حماس في أشخاص بتكبر من عمدر عنده روح الشباب وهذا المهم وهذا المطلوب ايه أكيد التغيير بده بده هيك يعني حميز بده استعمل كيني معنش بده شغف بده شغف يعني لذا ما درست فالسفة قديما كيني قلنا الاستيز جيملي بعدين اكتشفت إنه هي من هيجل فيلسوف ما في شي كبير مهم بدون هالشغف بقلب الإنسان وبيقدر واحد يكون عمره 80 سنة وبعد عنده هالشغف هالحلم هالحماس وهالانتوزيازم الغيري تحتى يحقق ايشي بفترة كمانا أتمنت دراستك باللهوت بألمانيا بدأي سأل عن هالنقطة أبونا بالزيت يعني هل تفرق دراست اللهوت بألمانيا عن دراست اللهوت هون هلأ اللاهوت لهوت والدروس بيحددها الكرسي الرسولي شو لازم يدرس هلأ بيفرق أكيد بألمانيا كان فيها اللاهوتين الكبار منهم أداسة البابا بني ديكتو السادس عشر ما صار لي أنا لما رحت كان هو صار كاردينال بروما رحت سنة الاربعة وثمانين بس في كتير من اللاهوتين الكبار اللي عملوا هالأبحاث المعمقة باللهوت إيه أكيد بتميز هايك واحد يلتقي هايك باللهوت كبير شخصيا تقرب منه تسمع يسمع عم بيعطي هنتين اللاهوت بتعطي حماس أكتر لهالدراسات اللاهوتية بدأي أخطب معك أبونا مالك ولو إنه حديثنا معك مشوق تسلمين وخاصة لأنك حصيتنا بهيد المقابلة عبرتي في تشاريتي تمنياتك وأمنياتك بخلال السنوات القادمة أمنياتك إننا نكون شهود أصلي للمسيح أمنياتك نعطي الرجاء لكل إنسان بعرف في كتير ناس زعلانة حزينة يقسانة في ديقة اقتصادية في ديقة سياسية شرقنا كله والع في كتير تجاذبات الناس اللي كلنا بتحلم بدها تصير يصير مع عمال أكتر وصير مع باور أكتر كله هيك نرجع نرد الناس للحقيقة الأساسية يلي بيعطيها روح ربنا وبيعطيها الإنجيل هيدا بيعتبروا الحلم الحلم الكبير يلي نحنا ننسع لإنه واللي بيعطوه الله بفتكر بيكون عطيناه الشيء جوهري الأساسي وشو الأولوية اللي بتخطر هلأ على بالك وحبت أكيد رح تتلمسه من كل الكهنة شو تطلعاتهم وشو المشاريع اللي حبين أنه يشتغلوا عليها لا على أساسي يكون برنامج عمل الجمعية على عهدك أبونا ولكن هيك بيه نظرة أولية هو نرجع كل هالإشعة مش غليا كلمة الله نشر كلمة الله الوعز رسالة الإعلام رسالات الانتشار يعني يا لأ في كتير بلدين عم بيطالبوا نرجع نروح بتمنى أننا نقدر نلبي يعني أو بحب أننا نلبي هالندقات هيدا لأن العالم اليوم صار صغير صار كله منفتح على بعض وبيعتبر هيدا يعني أشياء قديمة بس هي أولوية يعني ما بتموت كمان نحن نعطيها نرجع أولويتها وحقها من جديد أبونا مالك أبو ثانس بدنا نتشكر حضورك معنا اليوم ولأنك خصصنا بهيدا المقابلة شكرا لحضورك إن شاء الله منلتقى فيك عن قريب إن شاء الله بدي أقول كلمة أخيرة لتليويزيون المحبة هيدا مشروع بلشني بديش سميه تحدي على ذاتنا بس بتسميه حلم كبير عنا وكتار يمكي بيتساءلوا ضروري لهالتليفيزيون إن وجد نحنا مقول هيدا التليفيزيون بنحبه يتوجه للشابات بنحبه يزرع كلمة الله وبرجان حطي كتير من موهبته ومن طيبته ومن اللي بيعرفوا لأنجاح التليفيزيون وإنتوا ستعرف اسم كبير منكن يعني فأقول خمسة وعشرين شاب وصابية هالأعمار الفتية عم تشتغلوا بحب إننا نعزز هالمؤسسة الإعلامية هالتليفيزيون لأنه بيوصل وستسامع صدق تار من الناس اللي بتشوفوا إنه بيمبسطوا يشوفوا يسمعوا كلمة الله يسمعوا هالشغلة هيدا هيدا نحنا نعتبره تارجت هالأ جديد قدامنا إن شاء الله ربنا بيباركهم وبقويكم ويبارك هالعمل الإعلامي اللي هو لخدمة ونشر كلمة الله شكرا لألك بير مالك وإن شاء الله كمانا معك بيتطور أكتر التيفي مرسي وبيتحسن وبيقدر يوصل كلمة الله لأكبر عدد ممكن من الناس اللي حبونا وتابعونا إن شاء الله شكرا لحضورك معنا وألف مبلوك من جديد باسم تيفي وباسم كمان مدير المحطة بير جون بو خليفة شكرا لحضورك أهلا وسهلا فيك شكرا لهون مشاهدين الموصل لختم هالحلقة الخاصة من آخر موقف مع بير مالك أبو طانوس الرئيس العام الجديد لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الشكر بيبقى للفريق العامل من خلف الكاميرا حيما تساعد توني إستفين وتوماس نعمي وعبر الإخراج دانيال فضول موعد ما أكون أكيد بيتجدد بحلقة مقبلة مواكبة لآخر مواقف وتصريح البطلارك الرائعي تابعونا الثلاثة اللي جاي بتمم الساعة 8 ونص اللي معكل اشتركوا في القناة